الجنرال رشيد عماري اللي كشف معطيات مهمة جدا ومعطيات خطيرة كان أعلن عليهم القاضي أحمد سويب اللي هو في هيئة الدفاع عن رشيد عماري وقال اللي في الجلسة متاع اليوم بشيكشف على معطيات تاريخية لأول مرة تكشف يعني في تونس وفي العالم سيفة عامة نعرف رشيد عماري اللي هو كان أو النجم قوله عنده خباية كبيرة على ما حدث في فترة الثورة تونسية خاصة نهار يعني خاصة نهار 14 جام في 2011 وكيفش خرج بن علي ومنين جيتوا الاتصالات وكيفش التفاصيل لكل متاع الفترة هذه كاملة هيئة المحكمة خلينا نبدأ بآخر التطورات والقرار هيئة المحكمة بدائرة العادلة الانتقالية في المحكمة الابتدائية بتونس قررت انها تستمع الى الجنرال العسكري والقائد السابق للجيوش الثلاثة رشيد عمار بسيفة وشاهد في قضية احداث 13 جام في 2011 بتونس الكبرى نذكر وانه او نوضح انه رو موش كان احداث 13 جام في اكاهاو اللي هي قبل النهار من 4 جام في مغادرة بن علي الى التراب الوطني زاده هو مستدعي في احداث 24 25 26 27 فيفري في نفس العام 2011 وحدش وكان رشيد عمار حسب تصريحاته هو وتصريحات المحامين امتاعه فانه التغشش كيفيش تشمله معناها المحاكمة وكيفيش هو يعيط له في المحاكمات الى غير ذلك وخليني نقول معناها انه حسب ما راج من معلومات فانه رشيد عمار ادى اليمين القانونية في المحكمة اليوم هذي تفاصيل الجلسة وعرضت عليه رئيسة المحكمة القضية المتعلقة باحداث الثورة والتصدي للمظاهرات من قبل وحدة الامنية النهار 13 جام فيه واللي ميتوا فيها برشة شهده وقته وسقطوا فيها برشة جرحة خاصة كيف نحكيه على يعني فيها برشة اطراف النهار ذلك كان فما رصاص حي كان فما شهده سقطوا كان فما حديث على قناصة موجودين وانهما القناصة وشنا حكيتهم مشكون اللي يقف وراء القناصة هذوما كان زيدا شفنا حتى وسائل الاعليم وقتها لبلاتو اللي تعاملوا وقته ونداءات الاستغاثة وفتحوا معناها البث المباشر ويتقبلوا في المكالمات لبث فما برشة اطيامات توجهت الى قناة حنبعل مثلا انه هي وقتها ساهمت في بث البلبلة في تلك الفترة من خلال التليفونات اللي تعديت من خلال الاخبار اللي البعض يقولوا صحيحة والبعض يقولوا غالطة لدئات الاستغاثة اللي جيت من هنا وهناك من انه اجري وفما اشكون هده على الحومة هذي وفما رصاص وفما قناصة وفما الى غير ذلك في بعض الاحيان تكون صحيحة في بعض الاحيان ما تكونش صحيحة فما اتيهمت لي بعض وسائل الاعلام اللي شركت وقتها في هال يعني في هال الثورة وقتها وفي الاحداث هذيك الكل فما شكون يكثب وشكون يقول صحيح دونك رشيد عمار عرضوا عليها القضية اللي تتعلق باحداث الثورة والتصدي للمظاهرات من قبل وحدات الامنية بالتحديد النهار الثلتاش جانفي اللي قلت النهارتها كان يوم دامي وميتوا برشا شهداء وصيبوا معناها عدة جرحة الجنرال رشيد عمار وقتها كان يشغل وظيفة رئيس اركان جيش البر بوزارة الدفاع الوطني وكان متوجد في قاعدة العمليات بوزارة الدفاع الوطني تصريحات رشيد عمار شنوه قال وشنوه المعطيات الخطيرة اللي كشفهم اللي لأول مرة يحكي فيهم الجنرال رشيد عمار قال انو ريذا قريرا وزير الدفاع الوطني وقتها في تلك الفترة هو اللي طلب منو نهار 14 جانفي 2011 14 جانفي 2011 نهار اللي خرج بن علي من تونس طلب منو ريذا قريرا وزير الدفاع نهارتها ايقاف مدير الامن الرئيسي علي السورياتي نهار 14 جانفي قال وقت لي سألت قريرا عليه شنوه سبب قال لي انو السورياتي يعمل على تنفيذ انقلاب في البلاد تم ايقاف عليه السورياتي نهار 14 جانفي بقرار من وزير الدفاع وقتها ريذا قريرا ويعني رشيد عمار حبي يستفسر لأنه يعني قائد او رئيس اركين جيش البر طلب منو معناه ايقاف مدير الامن الرئيسي علي السورياتي خطر قاعد يحذر في انقلاب في الدولة التونسية يقول انو ريذا قريرا اطلب مني زيدا اني نطلق النار على الترابلسية في المطار الرئيسي هوني تتحول الانظار الكل الى ريذا قريرا وزير الدفاع وقتها اللي المفروض يخدم مع ابن علي اللي المفروض وقتها يعني كان يده ليمين بما انو ماسك وزارة سيادة معناها وزارة الدفاع هي وزارة سيادية في عهد بن علي خاصة بش تكون موالية مئة بالمئة هذا المفترض شنوه اللي صار وشنوه الخلفية وشنوه دور ريذا قريرا في ما حدث في تونس وقتها في تلك الفترة في 2010-2011 وانه هو زيدا يقول انه اعطاه الامر لإطلاق النار إطلاق النار يعني قتل يعني قتل الترابلسية اللي هربوا وقتها للمطار الرئيسي واللي حابوا يهربوا لبرة ووقتها كانت صدوا لهم قوة امنية ما خلوهمش يهربوا فماش كونه هربوا فماش كونه وقتها كان خارج تونس ولكن الناس اللي هربت نهرتها ومشيت للمطار الرئيسي فما برشا رجعوهم وكانت وقتها فرحة أمنية كبيرة وكان زيدا وقتها الشعب فكانت تخميرا متاع الثورة كان يسرف راح بالناس اللي قبضوا عليهم وقتها من الترابلسية ولكن اليوم يحكي الجنيرة الرشيدة عمارة على انه فما طلب لإطلاق النار على الترابلسية في المطار الرئيسي وقال انه هو بسفت وقتها هو اللي يرفض انه يطبق هذا القرار ولو كان طبق القرار يعني راهوا وقتها رام قتلوا ترابلسية شنوه ينجم يسير وقتها بإطلاق النار في مطار على ترابلسية اذا معطيت بالحق خطيرة للغاية بعد ما تم الاستماع لشاهدة يعني رشيد عمار والمعطيت اللي قدمهم الكل في هذه القضية اللي نحكيه على 13 جنف في 14 جنف في تلك الفترة بالتحديد ما زالت جلسة للنظر فيما حدث في شهر فيفري 24-25-26-27 فيفري يعني تم الاستماع لشاهدة رشيد عمار في هالأحداث الدمية هذه أحداث 13 جنف في 2011 في تونس العاصمة واستجهد أنيسة الفرحاني والمحكمة قررت بعد الاستماع لهذه الشهادات تأجيل القضية إلى جلسة يوم 14 فيفري 2022 إن شاء الله نشوفه التطورات في هذه القضية ورشيد عمار كان عند الوعدة متاعه لأنه التصريحات الأولى كيف خرجت إنه هو بشيكشف معطيات في غاية من الأهمية في غاية من الخطورة وبالفعل كانت كذلك معطيت لي أول مرة تخرج يعني أمر من وزير الدفاع بإطلق النار الحي أو الرصاص الحي على أترابلسية في المطار الرئيسي علي السورياتي كان يعمل في إنقلاب أو يحضر لي القيم بإنقلاب على تونس في تلك الفترة على بن عليش نية الاتصالات لي صارت على شريذا جريلا أمر ومن أعطاه الأمر بيش يطلب تلق النار على أترابلسية في مطار الرئيسي يعني في تونس لعاصمة عدة أسألة اختيرة وتخلينا نتبعوا بيش نعرفوا معناها شنوة تفاصيل الكل والخلفية خاصة لأعطاء مثل هذه